الحمد لله القائل في محكم التنزيل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد العبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صلي وسلم وزاد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد مشاهدي الأعزاء موضوع حلقتنا في هذا اليوم المبارك تتمحور حول صفات المؤمنين في القرآن الكريم فصفات المؤمنين في القرآن الكريم كثيرة وعديدة لا يتسع الوقت لذكرها وكيف لا ولقد ذكر الحق سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم صفات كثيرة لعباده المؤمنين نذكر منها على سبيل المثال للحصر كمال الخشية لله تعالى إذ أن الخشية من الله تعالى من أعلى المقامات وأجلها قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والوجل هو كمال الخشية لله تعالى قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ومن صفات المؤمنين في القرآن الكريم التوكل على الله عز وجل والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودافع المدار وتفويض الأمور كلها إليه مع اعتقاد أنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى فالمؤمن يتوكل على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب المؤدية لإتمام الأعمال دون الاعتماد عليها فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ومن صفات المؤمنين المحافظة على الصلاة والخشوع فيها قال الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فلقد أشار القرآن الكريم إلى صفات أخرى للمؤمنين إضافة إلى ما ذكر منها أنهم عن اللغو معرضون وللأمانات والعهود راعون ومحافظون قال جل وعلا عن صفات المؤمنين المفلحين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوتهم فيها خالدون فبينت الآية أن الفلاح والفوز لمن اتصف بهذه الصفات من خشوع في الصلاة وإعراد عن اللغو وإيتاء للزكاة وغير ذلك من الصفات فحري بكل مسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق الواردة في القرآن الكريم بحق أهل الإيمان ليضمن لنفسه النجاة في الدنيا والآخرة فاللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين التائبين الطائعين لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر